السنة أن الإنسان لابد أن يقص شعر الشارب لا يجعل ينزل على شفتيه نتفى الإبط هذا الشعر الذي ينبت هنا لابد أن يأخذه هو والذي ينبت حول القبل لا يترك الشعر هذا يطول أكثر من أربعين يوم لا يمكن يتركه لابد من أخذه لابد من إعفاء اللحية استعمال السواق خاصة عند الصلاة عند تغير رائحة الفم عند قراءة القرآن عند دخول المنزل عند الوضوء يستحبت السواق في كل وقت يستحبت السواق يستحبت السواق في كل وقت الدين الإسلام يحث على الطهار على النظاف لذلك لا يمكن أن تخذ الوضوء يمكن أن تخذ الوضوء لأن تخذ الوضوء على صفقة على الوضوء على الوضوء ليستحبت شكرا